اشتركوا في القناة امثل البيانات بالصور لقد قمت بطرح سؤال على مجموعة من الطلبة عن الوسيلة التي يستخدمونها في الذهاب الى المدرسة واخبروني بانهم يستخدمون المشي والحافلة والسيارة ولكن لا اعلم كم عدد الطلبة الذين يستخدمون الحافلة والسيارة والمشي هيا بنا لنمثل هذه البيانات باستخدام الصور الوسيلة الاولى هي الحافلة سوف اقوم بتمثيل الحافلة بالصور قمت بتمثيلها بالصورة وشطبتها ولدينا طالب اخر يستخدم الحافلة ايضا قمت بتمثيلها بالصورة وشطبتها ولكن هناك طالب اخر يستخدم السيارة قمت بتمثيل السيارة بالصورة الميض ايضا استخدم ماذا؟ الحافلة قمت بتنفيل الحافلة بالصور وهناك طالب اخر يستخدم المشي احسنتم من استخدم المشي؟ رائع احسنتم نعم ان المشي مفيد للصحة هي لنمثل المشي بالصور رائع وهناك طالب اخر يستخدم الحافلة احسنتم هي بنا لنمثل الحافلة بالصورة ماذا تلاحظون؟ نعم لقد ازداد عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلة والطالب الاخر ماذا يستخدم؟ ايضا يستخدم الحافلة المدرسية هي نمثل بالصورة ايضا ازداد عدد الاشخاص الذين يذهبون بالحافلة وهناك طالب اخر يستخدم السيارة قمت بتمثيل السيارة بالصورة وهناك ايضا طالب اخر يستخدم الحافلة رائع وهناك طالب اخر يذهب الى المدرسة مشيا على الاقدام وقمت بتمثيلها بالصور وايضا الطالب الاخير ايضا يذهب الى المدرسة مشيا على الاقدام نلاحظ الجدول لقد اصبح سهلا عليه في قراءة البيانات والان من يخبرني ما هي الوسيلة الاكثر استخداما؟ الحافلة احسنتم وما هي الوسيلة الاقل استخداما؟ السيارة احسنتم من يخبرني؟ كما عدد الطلاب الذين يذهبون الى المدرسة مشيا على الاقدام جميل رائع هيا بنا لنعد واحد اثنان ثلاثة اربعة هناك اربعة طلاب يذهبون الى المدرسة مشيا على الاقدام والان استعمل التمثيل بالصور لاجيب عن الاسئلة السؤال الاول ما عدد الطلب الذين يستعملون الحافلة للذهاب للمدرسة؟ من يخبرني؟ احسنتم اجابة جميلة هي بنا لنعد عدد الطلب الذين يستخدمونها يستخدمون الحافلة معا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة احسنتم هناك سبعة طلبة يستخدمون الحافلة السؤال الثاني ما الوسيلة الاقل استعمالا الوسيلة وليس العدد احسنتم السيارة رائع كم عدد الطلب الذين يستخدمون السيارة؟ واحد اثنان اثنان والآن استطيع أن أمثل البيانات بالصور للسؤال المطروح حول المشروب المفضل لدى بعض الطلبة المشروب المفضل لدى بعض الطلبة هو الحليب عصير البرتغال وعصير التفاح مشروبات مفيدة هيا بنا لنمثل البيانات بالصور حتى يسهل عليه قراءة الجدول المشروب المفضل للطلب الأول هو الحليب احسنتم والمشروب المفضل للطالب الآخر عصير البرتغال يحتوي على فيتامين سي احسنتم والمشروب الآخر الحليب أيضا يحتوي على الكاليسيام والمشروب المفضل للطالب الآخر هو عصير التفاح والمشروب الآخر للطالب الحليب احسنتم وما هو المشروب المفضل للطالب الآخر عصير البرتغال والمشروب المفضل للطالب الآخر الحليب احسنتم وما هو المشروب المفضل لهذا الطالب عصير البرتقال أحسنتم والمشروب المفضل للطالب الأخير هو عصير التفاح أحسنتم ماذا تلاحظون في الجدول؟ نعم أصبح من السهل عليه قراءة البيانات هيا بنا لنتأكد هل قمت بتمثيل جميع البيانات بالصور؟ نعم ولقد قمت بشط جميع البيانات نعم والآن ننتقل إلى الأسئلة السؤال الأول ما المشروب الأكثر تفضيلا؟ أحسنتم الحليب رائع كم عدد الأشخاص الذين يفضلون الحليب؟ هيا بنا لنعد معا واحد اثنان ثلاثة أربعة أحسنتم السؤال الثاني ما المشروب الأقل تفضيلا؟ جميل عصير التفاح كم عدد الطلاب الذين يفضلون عصير التفاح؟ اثنان واحد اثنان يمكنكم تطبيق هذا النشاط مع أفراد أسرتكم والآن أستعمل التمثيل بالصور لأجيب عن الأسئلة التالية لدي الآن هذا الجدول الجدول يمثل الفاكهة المفضلة ما هي الفاكهة المفضلة التي لدي؟ لدي العنف والموز والبرتقال والتفاح هيا بنا ننتقل إلى الأسئلة السؤال الأول ما عدد الذين يفضلون الموز؟ من يخبرني؟ أحسنتم ستة هيا بنا لنعد معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة والآن السؤال الثاني ما عدد الذين يفضلون البرتقال؟ أحسنتم إجابة جميلة أربعة هيا بنا لنعد معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة والآن السؤال الثالث ما مجموعة الذين يفضلون البرتقال؟ والذين يفضلون العنب نقوم بعملية حسابية من يخبرني؟ نعم أحسنتم إجابة جميلة أولاً الذين يفضلون البرتقال؟ أربعة أشخاص والذين يفضلون العنب؟ ثلاثة أشخاص إذن أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة أحسنتم إجابة جميلة والآن ننتقل إلى السؤال الرابع كم يزيد؟ عدد الذين يفضلون الموز على الذين يفضلون التفاح كم يزيد؟ عملية ماذا؟ طرح أحسنتم أولاً كم عدد الذين يفضلون الموز؟ ستة أحسنتم وكم عدد الذين يفضلون التفاح؟ واحد هيا بنا لنقوم بعملية الطرح أحسنتم إجابات رائعة إذن ستة ناقص واحد يساوي خمسة أحسنتم والسؤال الخامس ما مجموعة الذين يفضلون؟ البرتقال والذين يفضلون التفاح عملية الجمع أحسنتم رائع أربعة زائد واحد يساوي خمسة أحسنتم السؤال السادس كم يزيد؟ عدد الذين يفضلون الموز على الذين يفضلون العنب كم يزيد؟ طابح أحسنتم الموز كم عدد الأشخاص الذين يفضلون الموز؟ ستة وكم عدد الذين يفضلون العنب؟ ثلاثة إذن أحسنتم ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة رائع السؤال السابع ما الفاكهة التي يفضلها؟ عدد يزيد بواحد على الذين يفضلون العنب كم عدد الأشخاص الذين يفضلون العنب؟ ثلاثة إذن الفاكهة الأخرى تزيد بواحد على عدد العنب ما هي الفاكهة؟ البرتقال أحسنتم إذن عدد الأشخاص الذين يفضلون البرتقال؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن يزيد بواحد على عدد الأشخاص الذين يفضلون العنب والآن حان وقت التدريب اختار ثلاثة طلبة اللون الأخضر واختار اللون الأزرق عدد أقل من ذلك بإثنين وأربعة طلبة اختاروا اللون الأحمر أكمل التمثيل الآتي يمكنكم الرجوع إلى كتاب الطالب صفحة 75 والإجابة عن تمرين عشرة ثم التأكد من الإجابة والآن لديكم دقيقتان للإجابة عن هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى إجابات رائعة أحسن تام هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السفورة إذن الطلبة الذين يفضلون اللون الأخضر هم ثلاثة طلبة واحد اثنان ثلاثة واللون الأزرق واحد واللون الأحمر واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عدد الطلبة الذين اختاروا اللون الأخضر ثلاثة ولكن الطلبة الذين اختاروا اللون الأزرق أقل من عدد الطلبة الذين اختاروا اللون الأخضر باثنان إذن ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد أحسنتم وأما الذين اختاروا اللون الأحمر أربعة طلبة أحسنتم والآن حان وقت التدريب الثاني أختار الإجابة المناسبة فيما يأتي ما وسيلة المواصلات الأكثر تفضيلاً من خلال هذا الجدول هل السيارة أم الحافلة أم المشي لديكم دقيقتان للإجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى أحسنتم إجابات منهلة هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة هل الوسيلة الأكثر تفضيلاً هي السيارة أم الحافلة أم المشي من يخبرني؟ أحسنتم إنها الحافلة رائع والآن لدي السؤال الثاني كم يزيد عدد الطلب الذين يستخدمون الحافلة عن الذين يستخدمون السيارة؟ هل أربعة؟ تسعة أم خمسة؟ لديكم دقيقتان للإجابة عن هذا السؤال في السبورة ترجمة نانسيطانة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقت المزيد من التدريب اريد منكم الرجوع الى كتاب الطالب صفحة 75 وكتاب التمارين صفحة 28 وانتهى درسنا لهذا اليوم وانتظرونا في دروس الى اللقاء